فنرجع ثاني لموضوع الإفراط في تناول المنظفات والإفراط في تناول المواد الكيميائية هو برضو خطر وخطير لأنه ممكن يؤثر سلبا على صحة الإنسان لا إفراط ولا تفريط لا إفراط ولا تفريط لأنه هذه المواد اللي إحنا بنستخدمها بتدخل في تركبتها مواد كيميائية كمواد خام خطيرة بس هي تخفف بطريق معينة عشان تكون صائحة للاستخدام بعض هذه المنتجات في ناس عندهم حساسية منها في ناس ممكن تعملهم التهابات الإكثار منها في ناس ممكن تأثر على البكتيريا النافعة في الجلد إحنا عندنا الجلد هو أول جهاز مناعي أول عضو مناعي في جسمنا الجلد فلما أضل أنا أهري بالصبونة وبالديتول وبالفنيك وبالكلور وبميت نار كما شوي بنحطها حالنا هذا مش مطلوب المطلوب أخذ الاحتياطات اللازمة بالمنطقة حطوا كلمة تحت المنطق مليون خط وممكن الإكثار من المنظفات تعمل لي مشاكل في الجهاز التنفس اللي احنا خايفين منه يصير التهابات في الجهاز التنفسي ممكن نتعرض لحروق من الإفراط في تناول المواد الكيميائية هذه زي مية النار وبنخربط بنحط مية نار على كلور على ديتول وللأسف تفاعل هذه المواد قد يخرج مواد كيميائية مصرطنة وخطيرة لذلك ناخد بالنا من هذه النقطة بالنسبة للمواد المنظفة أول شيء لما نروح نشتريها لازم نشتريها من أماكن ثقة أماكن ثقة واللي بيشتري واللي بيعرض عنده مواد معقمة ومنظفات لازم يكون عنده دين وعنده ضمير وعنده أخلاق أنه نزل الشيء المضمون ليش أنه هذا حياة بنى أدمين وحياة بشر فيش فيها مزح أنا المنتج هذا عارفه ممكن ينغاش عادي ولا في قوة في الدنيا ممكن تكتشفه اليوم فنون الغش متطور جدا لكن إحنا الأصل أنه في مثل هذه الأذمات لازم يكون عندنا ضميرنا حي في هذا الموضوع في البيع والشراء ونروح نجيب المنتج من مكان ثقة ويكون طبعا أكيد لازم يكون مراقب ولما أشتريه ما أبالغش في استخدامه لا أبالغ في استخدام المنظفات والمعاقمات مش في مثل عنا إيش بقول كل إشي بزيد عن حده بينقلب ضده خلاص أنا عقمت البيت مش كل شوية روح أشتف وحقه ما هو يعني في حد دخل البيت فناخد بالنا كويس من هذا الموضوع زي ما فيه إلو إيجابيات فيه إلو سلبيات في المقابل في ناس ما أخذ الموضوع مزحة مصخرة ليش ما هو مجاش طب مجاش طب ممكن يجي في أي لحظة إحنا عارفين يعني لحتى الآن الفيروس اللي هو الكورونا يعني بنقرأ أخبار متضاربة عن طريق يعني فيه حاجات عرفت إنه هو بنتقل عن طريق النفس عن طريق القحة عن طريق لمس الأمور المصابة أو الملوسة ولكن ربما يكون فيه أمور أخرى إحنا مش بنعرفها أو العلم يكتشفها في الأيام القادمة المطلوب زي ما قلنا المحافظة والنظافة الشخصية وعدم المبالغة في النظافة واستخدام المعقمات والهايجيل وغيره لأنه الاكثار من استخدامه راح يأثر سلبا على صحة الإنسان هذا قولا واحدا